كمان النهاردة كان فيه مران النادي الاهلي هو مران الاخير واللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي على الشاشة ده كان المران الاخير بالنسبة اللي لعبين قبل الصفر لمدينة السويس علشان يلعبوا مبرات الغد أمام الاتحاد السكندري وبالمناسبة يعني الاتحاد السكندري فريق قوي جداً بيضم جهاز فني يعني جامد قوي قوي وغاية في الاحترام وكابتن حسام حسن طبعاً مدير الفني مدرب كبير جداً ومكون فرقة ممتازة هم عندهم كده كده فرقة جيدة من السنة الفاتت لكن في بعض التدعيمات كمان اللي انضمت لفريق الاتحاد السكندري أبرزه طبعاً عمار حندي لعب الاهلي المعار لمدة موسمين ورزاق سيسي لعب الزمالك المعار وجدده عارته في الاتحاد وكمان اتعاقده من الاهلي مع كريم يحيى لمدة 3 سنين وبالإضافة لعبد السميع إبراهيم سيمو ده لعب منتخب جمايكا بيقوله لعب كويس جداً منضم الاتحاد أو لا ده مش لعب منتخب جمايكا عفواً ده لعب اسمه عبد السميع إبراهيم سيمو لعب انضم الاتحاد وفيه لعب منتخب جمايكا اسمه داميون لوي وده المؤشرات كلها بتؤكد أنه سيكون متواجد في مباراة الغد رغم تم الاعلان عن تعاقد معاه أول مبارح بس وأخيراً محمد عطوى لعب بيراميز كمان انضم الاتحاد السكندري هما كانوا في محسكر لمدة يومين هنا في القاهرة وسفروا خلاص للسويس عشان يجهزوا لمباراة الغد نتمنى المباراة تكون قوية لكن إن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي ونسبة كمان مراني اليوم اللي احنا شايفينه دلوقتي ده الكابت المحمود الخطيب وهي لفتة غاية في الزكاء من الكابت المحمود الخطيب حضوره لمراني اليوم احنا متعودين دايماً ان الكابت المحمود يبقى متواجد في التدريبات التسبق المباريات المهمة جداً وبالتحديد هو كان متواجد في آخر كم مران بالنسبة لنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك في نهاية دوري أبطال أفريقيا لكن معنى تواجده كمان في مراني اليوم وقبل مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهاية كأس مصر ده إشارة منه على مدى أهمية هذه المباراة وعلى مدى أهمية هذه البطولة وأنها لن تقل أهمية إطلاقاً بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بالمقارنة مع بطولة دوري أبطال أفريقيا طبعاً بطولة دوري أبطال أفريقيا عشان المنطقيين مع بعض هي الهدف الرئيسي في كل الأحوال لكن بطولة كأس مصر الأهلي طماع جمهوره طماع لعبته وجهازه الفني ومسؤوليه طماعين في حصد البطولات فبصراحة خطوة زكاية جداً من كابتال محمود الخطيب أنه يكون حريص على حضور المراني النهاردة ويؤذر اللعبين ويأكد لهم على مدى أهمية هذه البطولة ومدى أهمية مباراة الغد ومدى صعوبة هذه المباراة كمان أمام فريق التحاد السكندري فريق قوي جداً زي ما احنا اتكلمنا عنه فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله حتى الآن حققت الثنائية طبعاً دي لقطات من الجلسة اللي كانت على هامش المران ما بين الكابتال محمود الخطيب وكانت فيه استاد مختار التيتش في ملعب في النجيلة يعني وكلام وحديث مهم جداً بالنسبة له زي ما بقول لحضراتكم أهمية هذه المباراة واضحة جداً من خلال هذا الاجتماع اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي على الشاشة بشكل حصري على قناة النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم الأهلي حقق السنائية في انتظار السلسية خلنا الدوري خلنا دوري أبطال أفريقيا ليه لأ ما ناخدش كاس مصر ليه لأ بإذن الله كمان ناخد السوبر والنافس في كاس العالم للأندية طموح مشروع وان شاء الله نتمنى للفريق الأول لكرة قدم كل التوفيق فيما هو القادم من تحديات هامة بداية من تحدي الغد أمام التحاد سكندري ترجمة نانسي قنقر